سيدة مسلمة ثرية قاسية القلب لها ابنة واحدة في العاشرة من عمرها ربتها على التعالي على الناس وعندما مرضت هذه السيدة أرسلت ابنتها إلى بيت عمها في قرية صغيرة حتى تعود من رحلة علاجها خارج البلاد وبعد ستة أشهر عدت سيدة فذهبت بسيارتها للقرية لتأخذ ابنتها وعندما وصلت لم تجلس مع عم ابنتها سوى دقائق وهي في ضيق شديد وعندما ذهبت إلى سيارتها لتعود بها إلى قصرها فوجئت بعطل كبير فيها ولم يكن أمامها سوى ركوب القطار وأوسط العم بإرسال السيارة بعد إصلاحها ركبت السيدة وابنتها القطار وبعد دقائق جاء أمامهما بائع وجبات خفيفة يرتدي ملابس ممزقة وعلامات الفقر تبدو عليه وعارض منتجاته على السيدة التي نظرت إليه بشمئزاز ورفضت الشراء منه وطلبت منه المضي بعيدا عنها ولكن ابنتها مدت يدها لتأخذ وجبة وطلبت من والدتها أن تشتريها لها من هذا الفقير أو تعطيه بعض النقود وقالت لها لا بد أن نكرمه لأنه فقير حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض تعجبت السيدة من كلام ابنتها فهي لم تحدثها يوما عن الرسول أو الإسلام في يوم ما وعلمت أن ابنتها خلال وجودها في بيت عمها قد تغيرت طباعها تماما فغضبت منها وطلبت من البائع مغادرة فورا فغادر البائع بعد أن ابتسم في وجه الصغيرة التي حزنت بسبب أسلوب أمها معه وظلت تقرأ كثيرا من القرآن الذي حفظته في بيت عمها حتى اقتربت نهاية الرحلة في هذا الوقت كان بائع الوجبات يجلس بجوار باب القطار فأعادت الإبنة على أمها في تودد أن تعطيه بعض المال ولكن السيدة رفضت وأخبرت ابنتها أنه ليس شخصا جيدا وأن أمثال هؤلاء الناس يخطفون الصغيرات توقف القطار ونزلت السيدة وابنتها وأثناء سيرهما سامعت الأم صوتا ينادي عليها من الخلف فنظرت إلى الوراء ورأت بائع الوجبات يلوح لها من بعيد ويناديها فاعتقدت أنه يطاردهما وبدأت تسرع مع ابنتها وأوقفت سيارة أجرة لتغادر على وجه السرعة وبمجرد ركوبهما وصل بائع الوجبات إليهما ولكن الأم طلبت من السائق التحرك فورا وفي تلك اللحظة شاهدت البائع يحمل سوارا ذهبيا يخصها فتوقفت ونظرت إلى البائع وأخبرته أن هذا السوار لابنتها وكانت المفاجأة حين أخبرها البائع أن ابنتها أعطته السوار وهي تنزل من القطار لذلك كان يجري خلفهما كي يعيده لتلك الإبنة الرقيقة وقبل أن يغادر سحب حزمة من وجباته وقال لسيدة تلك الوجبة للفتاة بكت السيدة من تأثرها واعتذرت البائع الذي طلب منها بألا تأخذ الناس بالظاهر فالجوهر الداخلي هو الأهم والأعمق وعندما عادت الأم لقصرها علمت أن ابنتها تعرف الكثير عن الإسلام وتحفظ الكثير من القرآن والأحاديث وأنها لم تترك فرضا أثناء وجودها في بيت عمها فطلبت من ابنتها أن تعلمها كل ما تعلمته وودعت قسوة قلبها وغفلتها نهائيا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا هذه قصة الحقيقية يحكيها صاحبها فيقول عندما كان عمري ست سنوات وقبل أن أعي الحياة وأدركها كما ينبغي صحوت على مأساة عائلية لقد طلق والدي أمي وكل منهما تزوج فأصبحت تائها ضائعا بين الاثنين وكما يقولون أمران أحلاهما مر فعند أبي كنت أقابل بمكر زوجته أما عند أمي فكان زوجها يكشر عن أنيابه دائما في وجهي ومع هذه الظروف العائلية غير الطبيعية ومع التفكك الأسري سقطت في وكر بعض الأشرار وأمضيت الوقت ما بين شرب وتعاط وإدمان وحينما يسألني أبي عن أين كنت أقول له عند أمي وحينما تستفسر أمي عن غيابي أقول لها كنت عند أبي وهكذا يظن كلاهما أنني موجود وفي الحقيقة كنت مفقودا ويعتقد كلاهما أني حاضر وكنت في تلك الأثناء غائبا عن الحياة ساقطا في الضياع كانت هذه هي الظروف التي ألقت بي في الهاوية ولكن كيف خرجت إلى شط الأمان كان لذلك قصة ففي ليلة من الليالي وبعد سهرة تطايرت فيها الرؤوس وتلاعبت بها المخدرات خرجنا من هذا الوكر لكي نتنفس الهواء العليل ليزيدنا طربا على طرب ونشوة إلى نشوة وبينما كنا في سعادة مرهونة غامرة وتغيب عن الدنيا كاذب إذ بالسيارة تنقلب عدة مرات كنا أربعة من الشياطين داخل السيارة توفي الثلاثة ولم يبق إلا أنا لقد نجوت بأعجوبة بفضل الله تعالى وأفقت من الغيبوبة الصغرى عقب الحادث على حقيقة الغيبوبة الكبرى التي كنت أحياها واكتشفت نفسي من جديد بعد أن انتابني خوف شديد أن ألقى الله وأنا مدمن وفي حالة سكر شديدة ويكون مصير النار فشعرت أن الله نجاني لأنه يحبني فأحببته وقررت أن أقترب منه ولا أغضبه أبدا لقد شعرت بالإيمان بعد أن مات الإحساس لدي وعدت إلى الله ضارعا مستغفرا حامدا شاكرا لأنه تولاني وأنقذني من موتتين موت السيارة وموت الإدمان فخرجت من المستشفى إلى المسجد مباشرة بعد أن قطعت كل صلتي بالماضي وعندما دخلت المسجد وصحبت القرآن الكريم وجدت متعة ولذة حقيقية وليست وهمية مثل التي كنت أعيشها وأنا مدمن وأصبح القرآن الكريم أوفى صديق لي يلازمني وألازمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون